اشتركوا في القناة واتغيرت حياتها بسبب هذه الآية كم من الناس اللي كانت تعباني ومحطمة إلى أبعد الحدود ووصل حالتها إلى حالة زيرو سفر ولكن عندما سمعوا هذه الآية استيقظوا روحيا انتعشوا روحيا وتوجهت أنظارهم وأبصارهم إلى مصدر هذه الراحة مصدر السلام الحقيقي وهو الرب يسوع المسيح له كل المجد اخوتي وأخواتي كم من الشهادات الكثيرة اللي بتتكلم عن الخلاص من خلال هذه الآية اللي لمستهم أتذكر إنسان غير مسيحي جاء لبلد وشاف كنيسة وهذا الشخص يعني محطم جدا عنده إخوة اتنين أو تلاتة اللي قتلوا وهو نفسه ضرب بالرصاص الكثير وعاش بمعجزة ووصل يعني وعيلة كبيرة أكتر من عشر أنفار ووصل إلى حال يائسة بائسة اتحطم جدا شاف كنيسة واستغرب إنه في بلده بلد إسلامي فيها كنيسة وبعدين لما دخل لجوة شاف رجل الدين عم بيسأله شو المكان رجل الدين خاف لأنه شخص غير مسيحي خاف إنه الحكومة تلقي القبض عليه إذا حكاله عن المسيح فطلع طلعوا لبرة هذا الشخص استغرب وعن بدور حول الكنيسة لاحظ إنه في بعض القبور في الكنائس القديمة كان فيه كثير منهم بيكون فيه مقبرة من وراء فمشي من وراء الكنيسة وشاف على أحد القبور هذه العبارة قال يسوع تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثق لي الأحمال وأنا أريحكم انصدم انصدم عندما قرأ هذه الآية من هذا الشخص اللي عنده القدرة إنه يعطيني الراحة وفعلا ابتدأت الآية تعمل في داخله أنا محتاج لراحة أنا محتاج لسلام أنا تعبان أنا انخزلت من الدين ومن السياسة ومن كل الأمور حولي وما عدتش أثق في أي إنسان وحتى يعني فقد أمله بالناس وفقد أمله بالملايكة وفقد أمله بالله لكن عندما قرأ هذه الآية من هو هذا الشخص الذي يستطيع أن يقول تعالوا إلي أنا محتاج هذا الشخص طبعا فهم من الآية إنه هاي الآية في الكتاب المقدس خمس سنين خمس سنين وهو بيدور يعني هذا كان قبل الإنترنت والأونلاين وكلها الأشياء بيدور على كتاب مقدس خمس سنين لم يجد نسخة من الكتاب المقدس في يوم من الأيام بالصدفة بلاش أقول بالصدفة بترتيب إلهي شاهد البرنامج وسمع هذه الآية بعثنا لكتاب مقدس آمن بالرب يسوع وسلم حياته ليسوع المسيح